حديدة أيضا أجبرت احتجاجات أهالي أحد الأحياء السكنية في المدينة ميليشيا الحوثي على سحب مدفعيتها الثقيلة من الحي حيث أكد سكان محليون أن الميليشيا أخرجت مدفعيتها الثقيلة من وسط حي غليل السكني بمدينة الحديدة عقب يوم من احتجاجات أهالي الحي على تحويل حي من السكني إلى موقع عسكري مما أجبر ميليشيا على الخروج من الحيات هذا فيما لا يزال عدد من المدافع والدبابات أيضا التابعة للميليشيا تنتشر في عدة مواقع داخل أحياء سكنية تحت سيطرتها وفي بعض الشوارع الرئيسية بمدينة الحديدة